في سورة البقرة قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم من المخاطب؟ بنوا إسرائيل يهود يهود فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبداً بما قدمت أيديهم والله عليم بالظلم ستقول لهذه المشتبهات أتغلط في هذه الآية وفي آية الجمعة قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبداً بما قدمت أيديهم والله عليم بالظلمين نفس التذيل نفس الخاتمة لماذا هنا نفى بلا وهناك نفى بلا هل من فرق؟ وأي فرق يا حبيبي؟ وأي فرق يا أخي؟ فرق كبير أول شيء أيما أبلغ وعيما أدخل في التأييس النفي بلا أو النفي بلا حدوا لا نفي بلا طبعاً واضح لن حتى ادعى فيها جاء الله محمود عز مخشري أنها إيش؟ لتأكيد النفي وتأبيده وليس بدقيق أنها للتأبيد ليس بدقيق فيه نقاش طويل فيه نقاش طويل على كل حال لكن اتفق النحاء من عند آخرهم على أن النفي بلا ماذا؟ أبلغ من النفي بلا النافية بلا النافية بلا شك طب لماذا نفي الأمر بهذا النفي الأبلغ في البقرة؟ انظروا إلى الدعوة انظروا إلى الكليم الدعوة ماذا الدعوة؟ قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس أول شيء فيها أمران هذه الدعوة أنهم يدعون أن الآخرة لهم الآخرة مستقبل ولا واقع؟ لا مستقبل واقع أو المتوقع؟ لا متوقع متوقع وأمر إيه في الآخرة؟ أمر في المستقبل هو في غيب علم الله هم يدعون كأنهم اطلعوا على الغيب لا أن الآخرة لنا الجنة لنا الجنة إيه؟ لنا وخالصة من دون الناس لنا فقط وحدنا فنحن أبناء الله وأحبه دعوة عريضة ودعوة كبيرة ودعوة مستقبلية في المستقبل فناسب أن تنفى لقوتها وعرضها دعوة كبيرة عريضة يعني ضخموها كثير كما نقول بالعمية ضخمها ضخموها كثير أن تنفى بماذا؟ بلن قال هم يعلمون أنهم كذبا وأنه لاحظ لهم من الصدق في هذه الدعوة ولذلك لو دعوتهم إلى الموت ها؟ إن كنتوا صادقين تمنوا الموت لم يلبوا الرسول قالت لا وقد ورد أنهم لو تمنوا الموت لماتوا من ساعتهم وهذه إحدى معاجز رسول الله أقول كون معاجز الرسول الحسية هذه معجزة حسية النبي قال لهم فقط أنا أطلب إليكم تمنوا الموت تمنوا قالوا لا والنبي أخبر أنهم لو تمنوه لماتوا من فورهم لا إله إلا الله شيء مخيف يعني كفروا به وهم يعلمون أنه الرسول حق ونبي صدق من عند الله إذن الدعوة مستقبلية فناسب أن تنفئ بحرف للنفي المستقبلي لن صحيح؟ حرف نفي وتأكيد واستقبال صحيح؟ واستقبال لا محلهم العرب طبعا فكل الحروف لن والدعوة كبيرة وعريضة أما دعواهم في الجمعة فليست تختص بالمستقبل بل تتحدث عن أمر ماذا؟ واقع أنهم أولياء لله نحن الآن أحباب الله ونحن أهل الله وخاصته وخلصانه إذن الدعوة ليست مستقبلية وليست في مثل جزم تلك خالصة من دون الناس غاذي خالصة هنا ما في خالصة من دون الناس نحن أولياء الله وحباهه يعني ربما يكون غيره لا بأس يعني لم يسدوا الطريق هنا فناسب أن تنفى الدعوة بأداة أقل في إفيداتي عن نفي قال هتقول لي لن أنسها بعد اليوم ولن تنسها خلص انتهى بعد إذ فهمت هذا من أحسن ما يمكن أن تضبط به متشابهة القرآن أن تفهم ماذا؟ المعنى تفهم التفسير تحذق المعنى على وجهي بعد ذلك تقريبا محال أن تخلط أو تضغلط بينهما هناك لن يتمنوه وهنا إيش ولا يتمنونه أبدا لا يتمنونه وضعي أخواني وهكذا ترجمة نانسي قنقر